السلام عليكم وحمد الله وبركاته متابعي قناة سوفيا المرزوقي وظوار موقع المهاجر اس ايم جيتكم بهذا الفيديو اولا اول شي باش نشكركم جزيل الشكر لك عن الناس اللي ساعدوني الناس اللي كانوا كيب بارتاجي والبارح الفيديو هات ديالي مني شافوا القناة قربة توصل المية الف وكيكتبوا لي في تعالي خويا سوفيا رات توصل دابا خويا سوفيا رات توصل دابا واحد الاخس ميتو يونس مسكين قال لي يا حلف بالله تايوصلها مع طنش الليل وذك شي اللي كان شكرا ليه بزاف ديال اخوان خاليد حن اه لجيت انتكر الاسماء غضين غضين نغلط في حق بزاف ديال الناس بالزاف ديال الناس اللي كانوا متابعين ني الاخوان ديال مرسيا الاخوان ديال بالانسيا الاختى حنان واقع left from balencija اه بزاف 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 ديال اللي كانوا حاضين للقدر الأخوانسب باش توصل cumplىaw 2000 وادخلوك يبركولي كانت شكركم بزاف 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 وهدا يعني ما عندي ما نقول من غير انهو حب الناس وحب دي الله حب دي الله أولا هو اللي كيعطيك حب الناس الحمد لله وشكرا لكم بزاف فعلا فرحت فرحت بزاف وبيزاف دي الإخوان كيقول حتفل لينا أخوي ياسو فيان دير لنا شي حفلا أخوي ياسو فيان خصصكت ديرنا شي حاجا أخوي ياسو فيان الإخوان أنا كانت بالي واحد الأمر كتباغين ديره ان شاء الله بإذن الله فاشنوصل المية ألف وهذا ندر وان شاء الله بإذن الله غادين وفيو به هي واحد تجربة اجتماعية نوعا ما ولكن غدي تكون زوينة بزاف هالتجربة اجتماعية ما جاتش عن عبت يعني جات باشتراك مع الاخت عزيزة وبزاف ديال الناس اللي كنا كنفكرو فيها ان شاء الله بإذن الله فاش وصلت وصلت للقناة المية ألف كانت سهلة الإنسان وكي وصل المية ألف يجيب تارتاك يشعلها حلوة ويغني وحنا وصلنا المية ألف لا ما بغيشاش تكون بهالطريقة هدي بوست تكون مغيره بواحد طريقة أخرى واحد النوع من ندر طبيعة الحل كما عرفوا الإخوان هاد القناة هدي هي ديال المهاجرين وتخلقت المهاجر تخلقت هنا في إسبانيا المهاجر تقدر تكونوا الصلاة بواحد نسبة قليلة برا إسبانيا ولكن قدر نقول لكم أن نسبة المشاهدة عندي تقريبا كلها من إسبانيا عندي 80% ديال المشاهدات ديالي كاملين من إسبانيا كان شي شوية من فرنسا كان شي شوية من بلجيكا هولندا كان المغرب تهوه تقريبا مؤخرا مده كي طلع واحد 18% تقريبا ما كينش بزاف مهم الأغلبية الأغلبية ديال المشاهدات كين في إسبانيا وهي قناة ديال المهاجر كتعطي أخبار للمهاجر كتعطي مستجدات على القانون على بزاف ديال أمور المهاجر كنجيبوا محاميين لمهاجرين باش يشرحوا لهم القوانين ديالهم بزاف ديال الأمور فيعني القناة ديال المهاجر بمتياز فلهذا المهاجر كيعيش بعض الظروف اللي هي صعبة وهات الشي مني غادي جي الفكرة ديال هات تجريبة الاجتماعية ان شاء الله بإذن الله اللي غادي نقوموا بها وعما قريب كنا كنتم نتمنى و نديروها غدة طبيعة الحال كنت الأمنية ديالي إنني نديرها غدة أولاً غادي نديرها مع الوصول ديال القناة المية ألف مشترك مباشرة ثانياً غادي نبدو سنة بهات تجريبة هذي ديال 2021 وبزاف ديال الأمور ولكن للأسف ما نقدرش نديروها غدة ان شاء الله علاش؟ على حسب الظروف اللي كتعيش ها الدولة الدوروف الصحية اللي كتعيش ها الدولة وهو الطوكذا كذا ما نقدرش نخرجو بالليل يعني هنا في مادري 12 الليل هو أقصى فضروري يخص يكون واحد الرخصة يعني يخص يكون واحد الرخصة من عند جهات معينة باش يمكننا نخرجو في الليل أنا جايكم و نقول لكم شنوية الجريبة طبيعة الحال كما قلت لكم كان بإمكاننا نشريو حلوة و ناكلوها بوحديتنا و نقول لكم هانتم ما شوفوها و سالينا وصافي نعيط الاختي عزيزة و نعيط للناس اللي حداي و نقول لك هكا و صافي و سالينا لأ ما بغيتش نديرها الطريقة هدي بغيت نحتفله كاملين و هادي الاحتفال هدا يكون عن طريقة ديل الصيام أنا نشرح لكم شنو الصيام الصيام سبحان الله العلي العظيم خلقنا الصيام باش نعرفه القيمة النعمة اللي عاطينا فالله سبحانه وتعالى خلقنا الصيام فرض علينا الصيام باش حنا نصومه و نحسوه بذك الألم ديال الجوع نحسوه بالقيمة الدهال النعمال اللي يعطن الله. ودهالشي اللي يعطن الله. ومن بعد كان فطره. ومن بعد الصيام كيجي زكاة الفطر. يعني كيجيو حد الصداقة. هذيك الصداقة، يعني هنا حنشنو الفكرة يعني شنو الفكرة؟ فكرة هو أننا نجربوا المتاعب ديال الناس لي كيباتشوف الزنقة. وهادشي هذا جاتزامنا مع الأخ طنجوي في الغربة. وتو هو اللي زاد كبر الفكرة في دماغنا طبعي تحل العلم. أخ طنجوي في الغربة إن شاء الله قريبا 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 غتسمعو عليه أخبار زوين بزافة. فتسمعوا انها خدام وانها ساكن وانها مخصو التشيخير ولكن ما كينش غير تنجوي في الغربة في اسبانيا تنجوي في الغربة كانت عنده العزيمة وقدر يخرج في اليوتيوب ويحكي لمشكل دياله الناس وكين بزاف انتع الناس اللي كيعيشوا بحال تنجوي في الغربة ولا كتر من المأساة اللي كيعيشها تنجوي في الغربة وهوما يعني من بني جلدتنا سواء كانوا مغاربة ولا جزائرين ولا توانسا ولا من ما بغي يكونوا ولا قاع من الإكوادور ولا من البيرو ولا كيبقى إنسان كيعيشوا مأساة وبالأخص هاد الجائحة و هاد الظروف هذي زاد تخلات هاد الناس هادو يعيشوا المأساة فالفكرة انتع التجريبة ديالنا باش ما نخرج لكمش عن الموضوع هو ان انا و الاخت عزيزة اللي كنبغيكم تبركونها على واحد العمل ديالها اللي الله شدت واحد الوظيفة ديالها اللي هي فدك شي اللي كتبغي مع القصيرين و انا فرحة لها بزاف طبيعة الحال و غادي تشارك معي هاد تجريبة الاجتماعية هي واحد الشخص آخر اللي هو عزيز علييتها هو بزاف مهم ان شاء الله بإذن الله نغنصور لكم كل شي و غادي تشوفوا كل شي بتفاصيل غادي نباتوا الليلة ان شاء الله بإذن الله في هاد البرد هذا في هاد اليالي هادي بره و غادي نعيشوا ذاك التجريبة اللي كيعيشوا هالناس لإن إلا جينا نبقى و غيك نقولوا مساكان و غادي ما غاديش نحسوا بدك شي اللي كيحسوا به فهات شي علاش اختارينا اننا نباتوا في الزنقة و غادي تكون ليلة كاملة مباشرة من بعدها غادي ان شاء الله بإذن الله و هاد شي هادا غادي نقولوا نداء الجميع الإخوان في إسبانيا اللي كيتابعوني طبيعة الحال الناس ديال مورسيا بالينسيا أليكانتي المناطق كاملة ديال إسبانيا بيلبا و قاع المناطق قاع المناطق قاع المناطق قاع المناطق بغيتكم تديروا هاد تجريبة هادي كنت غادي نقول لكم نبغيكم تجربوا تخرجوا تباتوا في الزنقة كاملين في هاد البرد هذا اللي بغي يجربها بطبيعة الحال يخرج يجربها معنا و يصور لينا و يصفتونا الفيديوهات ولكن ما قداش نقولها لكم علاش إن كينت طوكي ذا كده و ما نبغيكمش تخرقوا القوانين حنا إن شاء الله بإذن الله الأخت عزيزة راكت جري في الرخصة باش غا يكون عنا رخصة يعني من الديلغاسيون ذيقو بيرنو باش نقدروا نديروا هادك شي هذاك و نقدروا يخرجوا بالليل و نباتوا بالراحنا ما نتحركوش غا نكونوا في واحد البلاصة غادي نباتوا فيها و من بعد مباشرة مباشرة مور ذاك شي هذاك يعني مع ستة صبح سبعة صبح غادي نتوجهوا لواحد المنطقة هنا في مادريد و غادي نقول لكم من بعد شنو هي إنه ما زالت نتافقوا عليها و نتوجهوا لها اللي بغا يصدق شي حاجة كان عندك تريكو قديم كانت عندك كشة قديمة كانت عندك جاكيطة ما كتلبسهاش كان عندك سبات ما كتلبسوش كان عندك سروال ما كتلبسوش أي حاجة كانت عندك هادين تجمعوه تماماك كاملين و هادين تطلقاوه حنا غادي نعطيوه داك شي اللي قدرنا عليه الله تال الأكل اللي بغا يجيب الأكل يجيبوه ما كنقول لكمش فلوس فلوس باللماكلة لباس حويج أي حاجة عندك قديمة أي حاجة ما كتستعملهاش ذاك النهار هاداك بغيت اسبانيا كاملة الناس تفل مناطق الاخرى حنا كينين في مادريد الناس اللي في بالينسيا يتفقوا مثلا في واحد جهة اللي بغا و بغا و يشاركوا معنا هذا الأمر هذا و صوروا لنا فيديوهات و أنكم كتفرقوا على الناس ولا ما تبينوش غير وجهة دي الناس اللي كي ياخدوا ذاك الشي لأن هذا الشي أنا ضده ضده تصوروا باش كتكونوا كتجامعوا بيناتكم مثلا نجمعوا ذاك الحويجات هذي و سيروا فرقوا على الناس اللي بغا اللي بغا هذي يعني دعواء للخير للجميع يعني بحكم أننا غادي نديروها هنا في مادريد بغيت كل شي ديرها بالأخص في هذا الوقت هذا اللي هما الليالي والليالي ما أصعب البرد دي الليالي يعني صعيب بزاف هاد شي علاش بغينا نديرو هاد جريبة اجتماعية كنظن أنها لأول مرة غادي تدار في إسبانيا كنظن ما نظلمش تقدر تكون دار هاشي حد قبل مناه ولا شي حاجة وما أنا كنظن كنتوقع أنها أول مرة غادي تدار وعلى الأقل بعدها في اليوتيوب هكا وبهالطريقة هذي كنظن أنها غا تكون أول مرة غادي نقول لكم إن شاء الله فوقش النهار غادي ندير لايف إن شاء الله بإذن الله بلا سافاش غا نكونوا بالليل غادي نصوروا فيديو ومن بعد غادي نزله لكم غادي نخرجوا ونبقوا داك الليلة هذي كاملة في الزنقة ومباشرة غادي نفرقوا يعني غا نعسوا بطبيعة الحلقة يخصنا نعسوا في الزنقة نفرشوا الكرات نفرشوا أي حاجة بك الشي اللي كيعيشوا بهما يعني ما غاديش تكون رفاهية وما غيكونش كوش ولا شي حاجة بسيطة يعني شي حاجة بسيطة باش نحسوا بدك شي اللي كيحسوا بهما وغادي نعسوا في الزنقة هكا بهالطريقة هذي غادي نتبرتجوا معكم كل شي بالدقائق بالوقيتها كل وقيتها داز ها فين رحنا هاش كنديرو هاش درنا هاش كاذي وغادي لغدله نقول لكم كيفاش كيحس داك الإنسان اللي كيبات في الزنقة وفي هذا البرد هذا وفي الاتحاد الأوروبي وفي أوروبا بصيفة عامة كيفاش كيعيش لمهاجر شنو هي القساوة اللي كتدوز على المهاجر وقاع الأمور شكرا لأخت عزيزة شكرا للمتابعين ديالي توم اللي خليتوني ندير هاتشي هذا تمنى تكون هاد الفكرة عجبتكم غادي نشاء الله بإذن الله نبارتجي معاكم كل شي بالتفاصيل يعني بدقيقة بدقيقة بتانية بتانية شنو كنديرو شنو كنخرجو فين مشينا فين درنا فين هذي من بعد غادي ندوزو ان شاء الله بإذن الله نديرو تبرعات إلا لقينا الناس في الزنقة هذي نعطيوهم مباشرة بلا ما ندروا معاهم إلا ما لقيناش الناس في الزنقة بالساف ولا هذي غن توجهو إما والسحاب الكروزروخة والله هذي هما اللي غا يدلون عليهم ويدلون علي الناس اللي محتاجين طبيعة الحال باش توصل الصداقة لأهلها ونتمنى هذه الفكرة هذي تكون عجبتكم شكرا بزا 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 فعلى مية ألف كان نحيي أي واحد تقفد القناة هذي وإن شاء الله بإذن الله نتمنى ونكونوا عند حسن تنضي لكم تمنى سعجبكم الفكرة خليوا ليها التعليق ديالكم شكرا لكم بزا فكان معاكم سوفيا المرزوقي من قناة سوفيا المرزوقي لمساعدة المهاجرين في إسبانيا ونشوفكم إن شاء الله في فيديو أخر وموضع أخر وتكونوا في أحسن أحوال السلام عليكم